بداية الأسبوع تبدأ جدا بشكل إيجابي حتى على مستوى العمل السياسي في الدخل المصري أو الشارع السياسي في الدخل المصري من المنطلقين سواء زي ما كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات على المنطلق الخاص بالحوار الوطني أو المنطلق اللي نمكن بنتكلم عليه في بداية هذا اليوم وهو لجنة العفو الرئيسي هنا لازم تاخد زاوية معينة طبعا هو النهاردة فخامة الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة أحمد سعد دومة المعروف طبعا باسم أحمد دومة ألف مبروك لأحمد وألف مبروك بالمناسبة لكل من خرج بهذا العفو الرئاسي استخداما لصلاحيات الرئيس لكن ما بين قصير لازم تنظر إلى الصورة بشكل جيد جدا مش أنك أنت تاخد بس الانطباع الجيد أنت تنظر للصورة جيدا تبص عليها بالمظبوط بمنتهى الدقة وتشوف المخرجات المتعلقة بالحوار الوطني والمقترحات على سبيل المثال المتعلقة بالإجراءات وبقوانين الانتخاب وبشكل النظام الانتخابي في البرلمان وفي المحليات وإزاي تم التعامل بمنتهى الجدية مع مقترحات المعارضة أو الطيار المدني أو الحركة المدنية ورفعت مقترحاتهم لفخامة الرئيس على سبيل المثال البعض راهن والبعض ده قد يكون من ناس يساورها بعض الشكوك وارد والبعض الآخر للأسف الشديد وهم خارج البلاد من الإخوان ومن شابههم شككوا في مسألة الحوار الوطني وهيخرج بمخرجات ولا لأ وهيبقى في توصيات ولا لأ ولا هيسبوه كده قاعد شغال لحد ما الناس تنسى فطبعا شفنا أن مخرجات من 13 لجنة من أصل 19 رفعت لفخامة الرئيس نفس ذلك البعض راهن على أن أصل لجنة العفو الرئاسي ومش هيحصل حاجة ومش يفرجوا عن حد فتقريبا عدد المفرج عنهم أو لصدر لهم عفو تقريبا أظن حوالي 1500 وده شيء ورقم مهم ينبغي لنا أن احنا ننظر إليه بمنتهى الجدية